اشتركوا في القناة في ساعات ما بعد الظهر رح ينتقل للصرطان هو الآن موعد بث الحلقة موجود في منزلة الذراع ومنزلة الذراع هي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء ورح يمكث فيها القمر حتى تمام الساعة وحدة واربعة وثلاثين دقيقة من بعد ظهر اليوم الثلاثة ثمانية وعشرين تسعة طبعا وحدة واربعة وثلاثين دقيقة بتوقيت جرينتش بتوقيت الأردن ساعة أربعة واربعة وثلاثين دقيقة عصرا لينتقل بعدها القمر لمنزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج وبما أن القمر موجود بالجوزاء معناته من الآن لغاية ساعات ما بعد الظهر تأثيرات الجوزاء رح يظلها مسيطرة علينا في هاي الفترة مننشط في اتصالاتنا وبنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية وبيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد بيصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا ما عنا غير زاوية وحيدة قبل خلو المسار هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام ساعة أربعة وثمنتاشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش يعني بتوقيت الأردن الساعة سبعة وثمنتاشر دقيقة صباحا ورح تستمر طيلة النهار تقريبا لغاية ساعة المغرب لا تنفصل هاي الزاوية طبعا منشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة أربعة وثمنتاشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش يعني سبعة وثمنتاشر دقيقة بتوقيت الأردن ورح يستمر خلو المسار هاد لغاية الساعة وحدة وأربعة وثلاثين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينتش يعني الساعة أربعة وأربعة وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت الأردن هاي فترة خلو المسار خلو المسار هي فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار أو نوينا عليه قبل خلو المسار أو رتبنا مثلا واحد عنده عملية جراحية مثلا رتبها قبل بأيام وأجى الوقت في موعد خلو المسار ما في أي مشكلة يعملها مثلا واحد بده يشتري شيء معين واتفق على أنه بده يشتري هذا الشيء وأجى موعد التسليم في فترة خلو المسار ما في أي مشكلة واحد بده يكتب كتابه مثلا وأجبر على هذا الوقت والوقت هذا لما تحدد في فترة خلو المسار ما في أي مشكلة أنه يكتب كتابه يعني أي شيء بتتفق عليه قبل خلو المسار وبيجي وقته في فترة خلو المسار ما في أي مشكلة تممه ولكن إنك تعقد النية على شيء أو تفعل الشيء وتقرر عليه في فترة خلو المسار هذا الإشي اللي إحنا ما بننصح فيه بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل الساعة 31 و34 دقيقة بتوقيت الأردن الساعة 34 و34 دقيقة عصراً بصير القمر استقر بالصرطان طبعاً لما بنتقل للصرطان القمر فمن ساعات تقريباً نقول إحنا قبلي بساعتين ببلش التأثيرات إنه تتغير فمنلاقي إنه إحنا منصير نشعر إنه هاي الفترة صارت فيها قوة عاطفة عنا منحاول خلق جو من الأمان إلنا ولأحبائنا من مين لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها ممكن يظرف الدموعه وبيقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشربنا لأنه ممكن بالفترة هاي نشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام خصوصاً الأشخاص اللي عندهم دايت أو عاملين دايت الفترة هاي بدهم ينتبهوا لأنه بتفتح شهيتهم بشكل كبير على أكل علينا تجنب انتقاد الغير في الفترة هاي لأنه حساسيتهم بتكون في أوجها فممكن يفهمونا غلط وممكن تكون لها ردات فعل سلبية في الفترة هاي اللي بده يهتم أو يستغلها فهاي فترة ممتازة لشراء عقار زراعة نبتة الاهتمام بحديقة المنزل مثلاً شجيرة معينة حاب يزرعها أهم شيء أنه الفترة هاي برضو ممتازة للانتباه أكثر والتواصل مع أطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت أو المسائل العائلية بما أنه القمر رح ينتقل للسرطان معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس يوم تسعة وعشرين بيبدأ هو يوم الخميس يوم تسعة وعشرين تسعة بيبدأ في تمام الساعة ثنتين أو ثمانية واربعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج يعني الساعة خمسة وثمانية واربعين دقيقة بتوقيت الأردن بيبدأ خلو المسار وبيستمر لبعد منتصف الليل بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة فبيصير اللي هو دخلنا في يوم ثلاثين تسعة فبيكون بنتهي خلو المسار الساعة 12 و 53 دقيقة بتوقيت جرينج بنتهي خلو المسار وبيكون القمر انتقل للأسد يعني 12 و 53 دقيقة بتوقيت الجرينج بتوقيت الأردن الساعة 53 دقيقة فجرا أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع بكرة بيكمل خمسين في المية اللي هو منتصف نصف البدر اللي هو الربع الثالث احنا منسميه طبعا هو الآن انحسار المربع 22 يوم في تمام الساعة 8 و 12 دقيقة مساء بصير 23 يوم نسبة الإضاءة اليوم 55 في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 عشرة هي الآن سعيدة بنسبة 10 في المية في ساعات الصباح بتصير منتحسة بنسبة 25 في المية القمر في الجوزاء وبدو ينتقل للسرطان طبعا رح يمكت لغاية 39 هو سعيد بنسبة 40 في المية ولكن في ساعات المساء المتأخرة بيبلش يقل حتى بصير منتحس ولكن هو لغاية بث حلقة الغد هو سعيد بنسبة 40 في المية عطارد في الميزان بيتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 10 في المية الزهرة في العقرب حتى يوم 17 منتحسة بنسبة 15 في المية المريخ في الميزان حتى يوم 30 عشرة سعيد بنسبة 45 في المية المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 10 في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40 في المية أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18 واحد منتحس بنسبة 10 في المية نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 1 اتناعش منتحس بنسبة 10 في المية بلوتو في الجذب يتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 10 في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا لليوم الثالث اليوم أنتم نشطين يعني مثل اليومين اللي مضوا في عندكو نشاط عالي على مستوى الاتصالات التنقلات الاهتمام بالأمور التقنية التكنولوجيا التليفونات بلفت انتباهكو عادي جدا اليوم اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة ولكن ما بنصح تعتمدوا على الحضوض كثير لأنه في فترة خلوم مسار في ساعات الصباح لساعات العصر تقريبا فعشان هيك بدكو تعتمدوا على جهدكو الشخصي يعني بدكو تدرسوا تستعدوا بشكل جيد لتأدية الامتحانات والمقابلات اللي عنده حوار أو نقاش رح يكون اليوم حاول يمسك أعصابه انتبهوا أثناء تنقلاتكم على الطرق المفتوحة ممكن يكون لكم تعامل مع أخ أو جار اليوم تتعاملوا معهم أو يصير فيه نوع من أنواع التواصل ما بينكم انتبهوا من الخلافات اللي بتكون ما بينكم بين الشركاء أو ما بينكم بين الأزواج تحديدا في ساعات ما بعد الظهر طبعا الأجواء رح تتركز على أمور إلها علاقة بالبيت والعائلة أهم إشي أنكم ما تتهربوا من المسؤوليات حتى ولو كثرت حاذروا الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن تستاء من تصرف أحدهم اتجاهك نظم جدول أعمالك ونشاطاتك طبعا لأن القمر بشكل زاوية تربيع مع برجك فعشان هيك بصير فيه نوع أنواع المعاكسات وخصوصا أن القمر رح يضعف طاقته في ساعات المساء فهذا الإشي ممكن يسبب سوء تفاهم خلاف نقاش حوار أشياء تستاء منها إلها علاقة بالعائلة أو في البيت ممكن تكثر بعض الأعطال أو تظهر بعض الأعطال المنزلية اللي تهتم فيها بشكل كبير حاول أنك أنت يعني تحاول تجد وقت لراحتك برج الثور طبعا برضو اليوم لليوم الثالث على التوالي الإهتمام رح يكون للأمور المالية رح تهتم وتنشط بأمور إلها علاقة بأرباح أو مكاسب أو تعزيز بعض الأمور المالية أهم شيء أنه في خلو مسار اتجنبوا النفقات قدر الإمكان ممكن يكون عندكم بعض المصاريف اللي إلها علاقة بالعمل أو إلها علاقة بالمنزل أو إلها علاقة بصحة أحد أفراد العائلة فعشان هيك بدك تنتبه لصحتك بشكل جيد وما في أي خطر بما أن القمر سعيد وفي نفس اللحظة بدك تنتبه لأنه تراجع عطارد في بيت الصحة زي ما ذكرنا في يوم أمس فصحتك شوي ممكن تشعر ببعض التقلبات بأمور إلها علاقة بالأمعاء شغلات زي هيك في ساعات ما بعد الظهر طبعا بتنجحوا في مجال السفر والاتصالات بإمكانك تعززوا العلاقة مع أخ أو جار حاول أنك تعبر عن رأيك بجراءة وحرية اليوم لأن طاقتك من بعد انتقال القمر بتعزز بشكل جيد ممكن تعزز علاقاتك أو تدعم نفسك بشكل جيد أو تبحث عن حليف لا إلك ابحث عن التوافق والإنسجام أي شخص بتتعامل معه ممكن تضطر لدفع مبلغ طارئ من المال بسبب ما ممكن يعني هذا السبب على حسب تخصصكم فما بدأ أحصره بشيء معين أهم شي أنك تحذروا من إهمال الوضع الصحي واتجنبوا الإرهاق إذا كان عندكم تنقلات أو حوارات حاولوا أنك تكونوا هاديين على الآخر برج الجوزة طبعا اليوم الطاقة عالية جدا اليوم تقدروا تنجزوا كثير من أعمالكم وأشغالكم اليوم عندكم زي ما بنحكي حيوية زيادة مشحون بطاقة زيادة صحيح أنه كثير من الكواكب بتأثر وخصوصا عطارد اللي برهقك شوي وبيخلي نفسيتك تتقلب سريعا وخصوصا من النحية العاطفية بتكون حساس الزيادة عن اللزوم وهذا بيقلب مزاجك وانت مش ناقصك تقلب مزاج لأنه معروف الجوزاء سريع بينقلب مزاجه أو بتتغير طباعه بسبب مواقف بسيطة فاليوم بتكون تحذروا من هاي النقطة في ساعات تقريبا ما بعد الظهر بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم أهم إشي إنكوا تتجنبوا النفقات حاولوا إنكوا تنظموا الأقصاد اللي مطلوبة منكم أو الفوتير ما تسمحوا للالتزامات المالية بأنها تتراكم عندكم زيادة عن اللزوم حاول إنك تفكر بمنطق تعالج الأمور الطارئة فورا ما تخليها تتراكم حدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية يعني يعرف إيش اللي بدك إياه بالضبط واتجه باتجاهه بشكل مباشر عشان يتحقق إنجازات ممكن شوي يصير سوء تفاهم أو خلاف أو جدال ما بينك وبين أحد الأحبة هذا الإشي ممكن يسبب لك نوع من أنواع الإرباك خلال هذا اليوم برج السرطان طبعا ما زالت الأجواء ضاغطة بما أن القمر ما زال موجود بالجوزة ولكن الضغط هذا ما رح يستمر طيلة اليوم هي الأمور ضاغطة لغاية ساعات الظهر فعشان هيك من الآن لغاية ساعات الظهر بدكوا تنتبهوا لصحتكم تنتبهوا لنفسيتكم لغذائكم راحتكم حاول تمشي الأمور بشكل روتيني يعني في هذا النهار لغاية ساعات ما بعد الظهر القمر بيوصل لعندك ولما يوصل لعندك بتلاقي الأجواء من ساعات الظهر أو ما قبل الظهر بشوي بتبلش إنه تحس في نوع من أنواع النشاط بترجع لك شوي حيويتك أكثر فبتشعر بنوع من أنواع الطمأنينة بتلاقي إنه الأشياء رجعت لنصابها أو رجعت لمكانها فعشان هيك ممكن تحقق كثير من الأشياء أو تجد كثير من الأمور اللي كانت مستعصية في الأيام الماضية إنها بلشت تنحل فبتعيش لحظات شيقة حافلة بالأخبار والتطورات ممكن تتلقى إشارة أو تبدأ بتنفيذ خطة بتستعيد حياتك رونقها وحيويتها الأهم إنه حاول إنك ما تيقص في ساعات الصباح لأنه هذا الضغط زي ما حكينا بأثر عليك بشكل كبير وخصوصا الضغوط اللي إلها علاقة بالعمل واللي إلها علاقة بالبيت ودولة أكثر اثنين بدك تنتبه لهم بشكل جيد برج الأسد طبعا بدك تحاول تستغل الوقت يا مولود برج الأسد قدر الإمكان من الآن حاول كل الأمور الضرورية والمهمة إنك تنجزها لأنه أنت مقبل على يومين صعبين شوي لأنه القمر رح يصير في بيت المتاعب في السرطان فعشان هيك اليوم عندك أنت أو من الآن بتشعر إنه عندك نشاط اجتماعي ونشاط ما بينك وبين الأصدقاء ممكن تلتق الأصدقاء أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يبادروا بعض الأصدقاء لمساعدتك في أمر ما فعشان هيك حاول إنك تنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة المطلوبة منك على أساس إنه في ساعات ما بعد الظهر القمر رح ينتقل للسرطان فرح تدخلوا فترة غير مريحة بتنال من صحتكم من أعصابكم رح يسجل هذا اليوم من ساعة ما بعد الظهر نوع من أنواع الركود على جميع الأصعدة بنصحك بعدم المباشرة بتنفيذ أي أمر اتخلص من عاداتك القديمة وانشغل فقط بالمسائل الروتينية وحاول إنك تحذر من التأخير في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالتحركات فهدولة بدهم ينتبهوا على طرقات قدر الإمكان واللي بده يكون عنده مقابلة أو عنده امتحان بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحظ وما يعتمد على سرعة بديهته حافظوا على سمعتكم وعلى إنجازاتكم القائمة في مجال العمل القمر من الآن لغاية ساعات الظهر ما رح يظل موجود في بيت السمعة فعشان هيك العلامة اللي رح نسجلها من الآن أو الإشارة أو الحكمة أو العبارة اللي بتشمل كل شيء حافظوا على عملكم وعلى سمعتكم حافظوا على إنجازاتكم اللي أنتو تعبنين عليها في مجال العمل حاول ما تتخذ قرارات حاسمة لأنه في فترة دخلوا مسار ما تتغيب عن عملك وفي نفس اللحظة ما تدخل بجدالات أو خصامات ما بينك وبين رؤسائك بالعمل أجل المواضيع كلها هاي لغاية ساعات ما بعد الظهر من ساعات ما بعد الظهر طبعا الأجواء بتصير في القمر في بيت حليف لا إلك فبتنشطوا اليوم بين الأصدقاء من ساعات ما بعد الظهر بتصير تشوف الأمور بوضوح أكثر وبنظرة متفائلة أكثر وممكن تنحل بعض الأمور بشكل بسيط جدا بدون تعقيدات بيطمعين بالك لأنه اليوم ممكن تحصد بعض الدعم أو تأييد وخصوصا في ساعات ما بعد العصر بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهم شيء أنك تلطف الأجواء وتحاول أنك ترجع العلاقات اللي انهزت باليومين الماضي لطبيعتها بطريقة سلمية برج الميزان اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة من الآن ولغاية ساعات الظهر تقريبا نقول لهم بدكوا تستعدوا بشكل جيد حاولوا تدرسوا وتركزوا يعني تركزوا على كل الأمور بشكل جيد إذا كان عندكوا تنقلات انتبهوا على الطرقات بشكل جيد في نفس اللحظة إذا كان عندك مقابلة بدك تستعد إذا ممكن اليوم يصلك خبر من بعيد أو يصير لك نوع من أنواع التواصل ما بينك وبين أشخاص خارج البلاد ممكن بعضكوا يكون عنده سفر أو أوراق سفر أو معاملات بده يتهيئ لأي شيء لأي ظرف لأنه في فترة خلوه ومسار شوي ممكن أنها تعركس عليك بعض الأمور من ساعات ما بعد الظهر طبعا القمر رح ينتقل ويصير في بيت السمعة فلازم تحافظوا على سمعتكم على إنجازاتكم في مجال العمل ما تتغيبوا عن عمل ما تدخلوا بأي مواجهة ما بينكوا بين زملائكوا أو رؤساكوا في مكان العمل نظم وقتك بشكل جيد وكون واضح في أولوياتك وحاول ما تخلي أي شخص يثير انفعالاتك أو غضبك باستطاعتك مواجهة أقوى المنافسات لأنه أنت اليوم يعني ما زال فيه نوع من أنواع الطاقة الإيجابية موجودة اللي بتستمدها أنت من الشمس وبتستمدها من المريخة بتدعمك ولكن دك تحذر من تراجع عطارد اللي شوي بسوي عندك بعض التشتت الذهني برج العقرب طبعا الأمور كلها على الأمور المالية فعشان هيك منقول لك يعني حاول تدخل التعديل المطلوب على أمورك المالية المشتركة ليش؟ لأنه أول شيء اليوم التركيز كله على الأموال المشتركة ما توقع عقد زي ما حكينا يوم أمس دير بالك أنك تكفل شخص أو تضمن شخص بالفترة هاي اتفقد الأوراق والمعاملات اللي بدك توقع عليها بشكل جيد خلي كلامك واضح ابعد عن المصاريف لزيادة لأنه في فترة خلوم مسار يعني بدك تدير بالك على الأمور المالية كلها هاي ضاغطة شوي رح تحس في ساعات الصباح أنه في نوع من أنواع الارتباك رح يصير حواليك ولكن مع ساعات الظهر بتختفي كل الأمور فممكن يصلكم خبر سار من بعيد أو من بلد أجنبي أو من شخص أجنبي هاي فترة حافلة بالنشاطات بترتفع عندك المعنويات وبتقوى فيها الحظوظ ممكن تسافر أو تشترك بمؤتمر مثمر أو بندوة أو بعزومة معينة الأجواء بتصير داعمة لك بشكل كبير في نوع من أنواع الاتصالات رح تكثر عندك ممكن تتلقى أو تلتقي بعض الأشخاص على طاولة حوار مثلا أو تفاوض ممكن تعالج بعض المسائل اللي هي منسميها المسائل المتنوعة الأهم من كل هذا اللي إحنا حكيناه إنه مبارح ذكرنا إحنا تراجع عطارد في بيت متاعبك هو اللي بيخليك تشعر بالضغط وثاني إشي الشمس في بيت المتاعب ضغطتك بزيادة عشان هيك العقرب شوي الأمور مش ماشي معهم مثل ما بدهم في نوع من أنواع الضغوط ولكن من ساعات ما بعد الظهر القمر لما بنتقل للبيت التاسع شوي بيخفف عنك هاي الضغوط برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم اليوم ما زال القمر موجود مقابلكم تماما لغاية ساعات ما بعد الظهر عشان هيك الاهتمام بتظلها ما بينكم وبين الشركاء شركاءكم سواء في العمل أو في العاطفة ولكن زي ما حكينا إنه القمر لما بيكون مقابلك طاقتك بتكون ضعيفة فعشان هيك سهل استفزازك بتحس الأجواء ضاغطة بتحس إنه صحتك مش على ما يرام الأمور بتمشي بصعوبة بظل القلق مسيطر عليك بتحس إنه فيه هيك نوع من أنواع الإرباكة بتنشغل لأبسط الأمور من ساعات ما بعد الظهر طبعا القمر رح ينتقل للبيت الثامن بيخفف الضغط شوي عليكم فممكن تعيدوا ضبط أموركم المالية المشتركة أو تهتموا ببعض المسائل المالية باستطاعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليون والصبر بانتظارك حل منصف شرط التفاوض بموضوعية عدل أولوياتك إذا دعت الحاجة وحاول أنك تدقق بالتفاصيل طبعا القمر لما بنتقل للبيت الثامن عادة بصير فيه نوع من أنواع الإهتمام العائلي أو مسألة بتتعلق بأحد أفراد العائلة ممكن صحيا ممكن أعمال منزلية ممكن حدث منزلي معين أو مصاريف منزلية بسبب أعطال فعشان هيك حاول أنك تكون منتبه لهاي النقطة وتكون مستعد وما تهملها برج الجدي طبعا القمر ما زال الآن موجود في بيت العمل وبيت الصحة فعشان هيك بتحاولوا تنتبهوا وأن القمر بتحرك بديصير مقابلكم فعشان هيك شوي اليوم بتحس الأمور ضغطت بشكل يعني زيادة عن اللزوم فحاولوا أنك تنهوا الأعمال اللي أنتوا بدأتوا فيها ما تخلي أعمالك تتراكم عليك ما تهمل عملك حتى لو اضطررت للعمل لوقت إضافي حاول تنجز هاي الأعمال لأنه الفترة القادمة فيها ضغط شوي أو طاقتك بتكون ضعيفة في نفس اللحظة بتكون تنتبهوا لصحتكم بشكل جيد حاول أنك تبعد عن الخلافات بقدر الإمكان ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك في العمل في فترة ما بعد الظهر بتنجحوا في تعزيز شراكاتكم علاقتكم بتصير مباشرة أو اللي بشغل فكركم شركاء المال أو شركاء العاطفة فعشان هيك الاهتمام بصير أكثر ممكن تكون فيها ردات فعل أو اهتمام أو نقاشات أو حوارات وهذا الإشي ممكن يسبب لك نوع من أنواع الاستفزاز هاي فترة تعتبر فترة صعبة تثقل خلالها الهموم والمسؤوليات أهم إشي إنك تتجنب ردات الفعل العنيفة فترة نعتبرها سيئة بتهدد بالخواطر والمشاكل والحوادث وبيجعلك القمر مضطرب مرهف الحس فبتشعر بالارتباك والغضب لأقل مسألة أهم إشي إنك اليوم يعني تضبط أعصابك وتبعد عن المشاكل قدر الإمكان برج الدلو ما زالت الأجواء جيدة وبتدعمك بشكل قوي لأن القمر ما زال موجود في البيت الخامس من الآن لغاية ساعات الصباح ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا ولا ماليا ولكن قدر الإمكان حاول تنجز كل الأعمال المهمة والضرورية قبل ما نصل لساعات الصباح لأنه في ساعات الصباح رح يبدأ خلو المسار فالحظ رح يبعد شوي فعشان هيك انتبه وحاول تنجز كل أمورك وترتبها ما قبل ساعات الصباح في فترة ما بين الصباح والظهيرة بدك تنتبه من ردات الفعل والحساسية عند الحبيب أو عندك لأنه ممكن أي كلمة تجرحك أو تستفزك من ساعات ما بعد ظهر القمر رح ينتقل ورح يصير في بيتك السادس فرح تتصير عندك اهتمام أكثر وانتباه أكثر لأمور إلها علاقة بالعمل والصحة فبدك تنتبهوا أكثر لصحتكم بدك تكون عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي بتعاملوا معك اليوم يعني شوي فيه نوع من أنواع الحيوية ولكن عطارد اللي في البيت التاسع شوي ممكن يخليك متسرع فعشان هيك بدور الأحداث عندك بسرعة وممكن أنك تمارس عملك بحماسة ولكن حاول أنه يكون بدون تهور في نفس اللحظة ممكن يصير فيه سوء تفاهم للأشخاص اللي عندهم سفر طبعا اللي عندهم سفر بدهم ينتبهوا على أغراضهم وممتلكاتهم وقتنياتهم على الطرقات أثناء قيادة السيارة والأشخاص اللي بتعاملوا مع أجانب نفس الإشي بدهم ينتبهوا واللي عندهم امتحانات ما يعتمدوا على الحظ برج الحوت طبعا الآن تنهمكوا في أمور إلها صلة بالبيت ما زالت الأجواء البيتية والعائلية هي اللي بتشغل فكركم أكثر شيء فعشان هيك ممكن تراكمت بعض الأمور أو مطلوب منكم كثير من الأمور أو في زيارات في مناسبات في حدث عائلي معين هو اللي بشغل فكركم في الفترة هاي فعشان هيك حاولوا أنكم تتمموا كل الأمور العائلية والبيتية كاملة بدون أي إنفعلات وبدون أي عصبية وبدون أي تقصير في ساعات الصباح لساعات الظهيرة تقريبا هي الفترة الصعبة اللي ممكن تتأزم فيها الأجواء حاول أنك تخليها روتينية وتنجز الأعمال بشكل روتيني لأنه ممكن يكون فيه مصاريف أمور إلها علاقة بالوضع المالي فعشان هيك يحاول زي ما حكينا أنك تبعد عن الالتزام بالأمور المالية لغاية ساعات ما بعد الظهر من ساعات ما بعد الظهر بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم الطاقة بتصير مساندة لإلك بشكل أكبر الحضوضة بتدعمك بشكل كبير وبتزداد وطيرة العمل عندك بشكل واضح بصير عندك طاقة كبيرة واضحة فعشان هيك الوضع العاطفي والمالي والحضوض كلها بتصير جيدة حاول أنك تستغلها في معالجة الأمور اللي كان صعب أنك تعلجها في الأيام الماضية ولكن بتروي مبتعد عن التعقيد وعن المشاكل وعن الاستفزاز عشان تنحل الأمور بدون مشاكل طبعا هيك نكون إحنا انتهينا من الحلقة طبعا شكرا لأشخاص اللي بيصلوا معنا لآخر شيء وبسمعوا آخر شيء هذولا بشكرهم بشكر دعمهم بشكر الأشخاص اللي سمعوني في الأيام الماضية وحكيت عن الدعم وعن اللايك والكومنت والشير والأشياء هاي وما قصروا لأنه شفت أن النتائج صحيح أنه يعني فيه أشخاص ما بيوصلوا للمرحلة من الأبراج إلا أصحاب برج الحوت أو قلة من الأشخاص اللي بيسمعوا الحلقة كاملة بشكر الأشخاص برضو اللي أسمعهم موجودة وحلى القائمة اللي هم الوحيدين اللي انتسبوا بالقناة شكرا لكم وفي نفس اللحظة منكون هيك انتهينا من هذه الحلقة يا ريت اللي عجبوا ما تنسوا اللايك والكومنت والهاي الأمور مش اللي عجبوا واللي ما عجبوا يعني اللي بدوا يحط اللايك يحطوا بدوا يحط كومنت يحطوا ما تنسوش هاي الأمور هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء